خلينا من الأول يعني نعرف إيه أصلا إنسان أكاديمي يعني إنسان أكاديمي دي فكرة حاجات لك منين؟ أصلها منين؟ بص إنسان أكاديمي دي فكرة جت كنا مجموعة شباب كنا عايزين نعمل حاجة للمجتمع كنا حاجات إحنا فقدناها ما لقيناش فينا ما لقيناش في اللي حوالينا كان نفسنا تبقى التعليم بطريقة معينة كان نفسنا نشوف حاجات أحسن من الفلق يعني نشوف حاجات عملية في الحاجات اللي إحنا بنتعلمها نفسنا نلاقي طريقة معينة حد يعملنا بيه هو بيعلمنا فاتفقنا وقعدنا وعمل نورك شوب كتير جدا إزاي نخدم ونحمي الأطفال وهم صغيرين الحاجات اللي بدوروا عليه لقوها في مكان واحد فالولادة عايزين حد يصاحبهم ويفهمهم وده مش موجود دلوقتي في المناهج التعليمية اللي موجودة على أرضها هو مش موجود في المدارس لأنه بيبقى مثقلين جدا بمناهج محددة في أشهر محددة لازم يلحق يخلص المنهج بتاعه فحتى لو المدرس كويس وعايز يعمل حاجة والخاصة إن الاجتماعين كويسين ما بيلحقوش يعملوا حاجة عشان المنهج اللي بيجروا بيه عشان يلحقوا يخلصوا كم عايزين يخلص كم بسرعة عشان يلحق يمتحن فيه ففكرة الصحبة هي أكتر أحسن فكرة لفكرة التعليم والتربية وتربية النشأ الصحبة والتعايش إن إحنا نبقى الموضوع بسيط جدا زي ببساطة في البناء بتاعكم إن الولد يحس إن أنت مش متكلف ولا أنت جاي تعلمه حاجة وتتكبر عليش الموضوع كله تبادل خبرات وتجارب والتعليم وتبادل خبرة وتجربة دي مركزية إنسان أكاديمي دي مركزية أهم حاجة عندكم أنتوا تصاحبوا الأطفال بالضبط وأن أنتوا تبدأوا تتعايشوا معاهم وتعلموهم عن طريق أنتوا تبنوا خبرات ما بينكم وما بينهم ويتجربوا ويتجربوا حاجات في الحياة ودي أكتر حاجة بنشتغل عليها يبقى في حاجات مهارات حياتية هو محتاج يتعلمها دي مش موجودة في التعليم اللي في الدولة أو في المدارس عشان اللي دام قتلكوا المناهج كتير فإحنا بنشتغل على الحاجات اللي بتبقى نهم الحاجات اللي نقصة في التعليم فزي مثلا إزاي يجربوا يبيعوا الشراء مثلا عايز نفسه يسافر وعايز حد يوريره الحياة فيها إيه ممكن ننزل نعمل تجربة في مصنع يقضوا يوم كامل في مصنع يجربوا والناس بتصنع إزاي بدئين بقى لكوا قد إيه يعني أنتوا بقى إحنا دلوقتي داخلين في السنة الستة الحمد لله إن شاء الله كنا بدئين في شقة صغيرة وبعد كده كبرناها وبعد كده رحنا في اللا أكبر وبعد كده زي ما إحنا شايفين دلوقتي بقى كيان من كون من أربعة دور أماره ما شاء الله اللهم لا حسد